موسيقى أهلاً بيكو أهلاً وسهلاً أنا بالصدفة والله لبس طبيعت كده عشان جاي في مكان فيه انتصارات وانكسارات كتير وفيه شاف في تاريخ من العظمة ومن اللي مش عظمة اللي انت شايفينه ده سور القلعة اللي أمر بينشأها إن صلاح الدين الأيوبي سنة 1176 ده ميلادي خمسمية حاجة وسبعين هجري خمسمية اتنين وسبعين هجري حاجة زجري أمر بإنشاءها الناصر صلاح الدين الأيوبي ديه القلعة في عند الناس دايماً ما بين القبة الشهيرة اللي عم الله رحمه وأحمد قادر ينضفها وضبها كماس كهية الأثار ففيه خلط بين الناس نادي القلعة لا دي جزء جزء إنما القلعة الأساسية ديه الصور ده اللي انت شايفينه اللي أمر بينشأه نصر لاحظين أيوبي 1176 وبعدين جيه هنا سنة 1183 وضع حرق الأساسية كتب اسمه وأخوه والقصة بتاعتهم كلها وبعدين سافر الشام وتوفى هناك سنة 1193 لكنه ما حضرش افتتاح هذا المكان ومعاشش فيه أبداً لكن المكان ده بقى فيه قصص كتير ما ينفعش إن أنا أحكيها في مقدمة حلقة أو في تقرير لكنه كان مقر الحكم بقى من أيام الأيوبيين فضلوا فيه وبعد كده بقى جموا ناس توالوا 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 لغاية عمك الخديو اسمعين عمل قصر عبدين وقعته أول حاكم بقى نزل من القلعة وقعت في عبدين وعمل القصر بتاعه لكن كلهم حاكموا هنا ليه بقى محمد علي ليه قصة شهيرة مع القلعة؟ لأنه هذا الصرح العملاق اللي انت شايفينه بقى نروح له بالكاميرا هذا الصرح العملاق العظيم ده بقى بناه محمد علي وله عجيب إنه زي ما صلاح الدين الأيوبي ما حضرش القلعة لما اكتمل سورها برضو محمد علي ما حضرش اكتمال بناء هذا المسجد العظيم اللي عملها كل قباب اللي انتوا شايفينه دي كلها لكنه اندفن فيه واللي ايه؟ الأدان بحب جدا وحنا بنصور يبدأ الأدان طبع هنوقف شوية لغاية ما ينتهي أزان الظهر موسيقى موسيقى موسيقى